عقدت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية وذلك في إطار اهتمام التنصقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشرع المصري ضمن نقشات الحوار الوطنية تنولت الورشة وعدة محاور منها أسباب ونتائج تفاكك الأسري ومدى استغلال البعض للتغرات قانون الأحوال الشخصية مع وضع تصور حول آلية القيم بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية وأهم النقاط الخلافية بالقانون وتعديلاتها وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة تغليب المصلحة العامة بالقانون وأن يكون العنصر الأهم هو الطفل وتربيته ووضع الطفل الأولوية عند منقشة الجزء المتعلق بالحضانة بالإضافة إلى رقمنة وإعادة هيكلات مكاتب التسويع